موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبن قاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين السلام عليكم إخوتي أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته في الحلقة الماضية إخواني أعزائي ذكرنا أن الملائكة أو رؤساء الملائكة أربعة طبعا الله سبحانه وتعالى خلق ملائكة لا تعد ولا تعصى يعني عندنا ملائكة البحر وعندنا ملائكة البر وعندنا ملائكة السماء الأولى وملائكة السماء الثاني وملائكة السماء الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة وعندنا ملائكة العرش وعندنا ملائكة الأرضين السابع وعندنا ملائكة الحساب وعندنا ملائكة الجنة وعندنا ملائكة النار وعندنا كلها ملائكة مولانا كل هذول سكان سماوات الله جل وعلا لكن رؤساء هؤلاء الملائكة طبعا نضرب لك مثال واحد أن نحن الله سبحانه وتعالى وكل على كل إنسان رقيب وعتيد عتيد ورقيب عتيد ورقيب عتيد على اليمين رقيب على الشمال عتيد يسجل الحسنات رقيب يسجل السيئات بس عتيد انظروا إلى رحمة الله إخواني أخواتي انظروا إلى رحمة الله جل وعلا عتيد يمهل الإنسان أو عتيد قبل أن يعمل الإنسان أو يفعل فعل الخير الله يسجله عتيد يعني مثلا أنت نويت غدا باشر إن شاء الله تروح إلى زيارة الحسين عليه السلام بمجرد أن تنوي إنما الأعمال بمن؟ بالنيات نية المرء خير من عمله بمجرد أن تنوي الزيارة بمجرد أن تنوي الخير فعل الخير سواء باشر رحت أو ما رحت صار لك عارض ما رحت صارت مشكلة ما رحة صارت ضرورة ما رحت بمجرد أن نويت بس تنوي بس تنوي عتيد يسجل الحسنة ويسجل الحسنة بشكات بعشرة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها شوف من رحمة الله أبو الخيرات يسجل الخير قبل فعله ويسجل الوحدة بعشرة لكن رقيب ماذا يصنع؟ رقيب لا رقيب إذا واحد عمل فعل حرام سواله عمل حرام كذب مثلا سرق مثلا أخذ غيبة نميمة إذا تاب ينطيمه لسبع ساعات ينطيمه لسبع ساعات إذا تاب فبها لا تسجل عليه وإذا ما تاب يكتبونها إليه يكتبونها وحدة بوحدة سيئة بسيئة سيئة بسيئة شوف رحمة الله الله أرحم أرحم الراحمين هذه قبل وقوعي هاي يسجلها هذه ما يسجلها بعد سبع ساعات زين هذا يسجل الوحدة بعشرة هذه يسجل وحدة أبو وحدة مولاي وعلى حبيبي شوف رحمة الله هؤلاء الملائكة كل بشر على وجه الأرض عنده اثنين ملائكة والجميل هنا أن هذول الثنين كل 24 ساعة يتغيرون كل 24 ساعة يعني من الفجر إلى الفجر إذا خلص الفجر إذا جاء الفجر الثاني الله يخلق اثنين ملائكة بمكانهم هذول الثنين يعرجا إلى عبادة الله يروحون للعبادة يعرجا إلى عبادة ينشغلا بعبادة الله جل وعلا كل العالم يومية اثنين يومية اثنين كل العالم يومية اثنين الله يقول خلق ملائكة الآن يحسب أنت من عهد آدم إلى آخر بشر يموت كم واحد وكل واحد كم عايش ويومية اثنين ملائكة والحساب عندك ملائكة لا تعد ولا ولا تحصى يعني نوح عليه السلام عمر الشريف على أقل تقدير الفين واربعمائة سنة على أكثر تقدير الفين وستمائة سنة هاي الفين وستمائة سنة كم يوم يصير كل يوم اثنين ملائكة لقمان الحكيم عمر أربعة آلاف سنة أربعة آلاف سنة كم يوم يصير كل يوم اثنين ملائكة الله الله قادر على كل شيء وهو القادر على كل شيء لكن رؤساء الملائكة كبار الملائكة هؤلاء بأجمعها أربع ملائكة اسرافيل موكل بنفخ الصور ميكائيل عمبات النبات وتوزيع الأرزاق عند طلوع الفجر إلى طلوع الشمس خلي سمعوني أهل الأعمال خلي سمعوني الشباب اللي دائمني بشبيها الله مولانا يبكي بوجه الله أنه أنا ما عندي وأنا فقير وأنا ما رازقني وأنا كذا هو قاعد ببيته مخلي رجل على رجل وينصف جقائر مولانا ويريد الله ينزله بزبي الرزق طبعا ما يسير الله يقول منك الحركة ومن البركة أنت تحرك أطلع دور على عمل شوف الله يرزقك لومير أنت أسعي وعلى الله يرزقك سبحانه وتعالى أه الله يوزع الأرزاق على يد ميكائيل بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هاي الفترة مكروه النيام النوم فيه مكروه الناس العطال بطال أكو ناس عطالة بطالة يصل للساعة ثلاثة للساعة بالثنتين مولانا بعدها للأفراسة ونام طبق صلاة إذا كان يصلي يطبق صلاة الصبح إذا كان يصلي إذا كان يصلي يصلي مولانا قضاء خلال هاي الفترة التوزيع الأرزاق هو نايم طبعا خطأ إذا تريد الله يرزقك أو يكثر رزقك فعليك بصلاة الفجر إخواني أخوات اسمعوني عليكم بصلاة الصبح صلاة الفجر وليقضى في هذا الوقت بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لأن ميكائيل يوزع الأرزاق في هذه الفترة بهذا الوقت فاضح مولانا هذا ميكائيل جبرايل موكل بشيئين انزال العذاب انزل العذاب على الأمم مثلا ثمود عاد فرعون السبت الأخدود كل الأمم اللي نزل عليها العذاب يهل اللي موكل بانزال العذاب جبرايل ولهذا صاعقة قوم ثمود مولانا صاعقة قوم ثمود التي قلعت الأشجار وقلعت البيوت من أسها وأساسها وأصلها الإمام الصادق عليه السلام يقول أن جبرايل ضرب أجنحته جنحانة ضربهما بعضها ببعض فقلعت الأشجار والبيوت والحجار من أساسها من أصلها جبرايل عليه السلام هذا واحد عمل عمل الثاني موكل بانزال الوحي الرابط بين الأنبياء وبين الله جل وعلا منه مولانا جبرايل الروح الأمين هو الموكل بين الله وبين بين رسول الله وبين الأنبياء بشكل عام هذا جبرايل نجي إلى عزرائيل عزرائيل ملك الموت طبعا هي ملك وليس ملك لا بفتح اللام لا بكسر اللام لأن إذا قلنا ما لي لي ملك جمع الملك ملوك هاي ملوك الأرض الملك الفلاني مثلا الملك الفلاني أنو شيروان ملك كسرا ملك مثلا النجاشي ملك هذو الملك لام لي جمع الملك ملك ملوك لكن الملائكة مفردها ملك لا ملك ملك الموت ملك الموت عزرائيل موكل بقفض الأرواح يقبض روحا كل ذي روح كل من بيروح ياهو اللي يقبض روحا عزرائيل هو موكل بقفض الأرواح صغير كبير حيوان بشر جين ما يفرق اللي موكل بقفض الأرواح عزرائيل ملك الموت ملك الموت موكل بقفض الأرواح هو الذي يقبض الأرواح حتى قبض روح رسول الله حتى روح رسول الله قبضها عزرائيل هذا إزرائيل ملك الموت أكو كلام عنه اسمعني مولانا السؤال هنا كيف يقبض الأرواح ملك الموت كيف يقبض الأرواح طبعا بس أنا أرجو انتباهك شوي بس زين ملك الموت والملائكة من النور هذا مهم بحثي هذا كلش مهم مولانا الملائكة من النور الملائكة من النور الله خلق الأشياء عن ثلاث خلق خلق اسمعني من التراب ياهم البشر والحيوانات والنبات وغيره من التراب خلق خلق من النار النار ياهم الجن وخلق نجان من مارج من نار وخلق خلقهم من النور النور ياهم الملائكة تراب نار نور النور هم الملائكة زين سؤال النور محسوس لو لا النور محسوس إذا كان محسوس فله قدرة محدودة له قدرة محدودة ولهذا أنت لما تخلي النور الآن شعاع الشمس له سرعة محدودة أكثر من سرعة مولا ما يتحرك سرعة النور له سرعة محدودة النور مثلا ثلاثمائة ألف كيلومتر بالثانية النور سرعته ثلاثمائة ألف كيلومتر بالثانية سرعة النور أكثر من هاي ما يقدر محدود هاي القوة مارت يضيء منطقة محدودة هاي القدرة مارت وهذا عموله أنا ملك الموت من النور إذا كان ملك الموت من النور فإذا محدود وله قدرة محدودة إذا كان له قدرة محدودة فكيف يستطيع أن يقبض أرواح جمّة من الناس كثيرة من الناس وكثير من المخلوقات في لحظة واحدة شلون يقدر؟ تجي زلزلة مثلا هاي في إيران اجت زلزلة اسمها زلزلة بم هاي زلزلة بم أخذت اثنين وثلاثين ألف اثنين وثلاثين ألف بشر خذت غير الحيوانات اثنين وثلاثين ألف زي ملك الموت هاي خلال مولانا لحظة واحدة ملك الموت كيف استطاع أن يقبض الأرواح بأجمعها كل الأرواح كلها خذهاها زي مولانا ملك الموت أو في مجال آخر مثلا تجي قنبلة هيروشيما مثلا نووي ضربة قنبلة هيروشيما مولانا قتلت ما قترت من الناس العبرياء بالآلاف اللي قتلت في لحظة واحدة كيف يستطيع ملك الموت أن يقبض الأرواح بأجمعها في لحظة واحدة كيف يستطيع ملك الموت أن يقبض روح أحد في الشرق وواحد يموت في الغرب في نفس اللحظة وواحد يموت في قمة الجبال وواحد يموت في قعر البحار ملك الموت يقبض أرواحهما في لحظة واحدة كيف يستطيع؟ شلون يقدر مولانا؟ أكو أجوبة فيها اسمع هذه الأجوبة الجواب الأول الجواب الأول يقول أن الدنيا بيد ملك الموت شايفها الدنيا شكبرها؟ الجواب الأول توجه ليحفظ الأجوبة اكتبني يفيدك هذا الحاجة مولانا الجواب الأول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أن الدنيا شوفها أشكبرها الدنيا؟ أن الدنيا عند ملك الموت الدنيا مو الأرض حبيبي اسمعني الدنيا مو الأرض الأرض مو دنيا الأرض جزء من الدنيا السماوات السابع والأرضين بأجمعها تسمى دنيا تسمى دنيا مولانا واضح مولانا؟ ملك الموت رسول الله يقول الدنيا في يد ملك الموت كالدرهم في يد أحدكم شايف الدرهم؟ واحد درهم بيده يقلبه كيف ما يشاء وكيف ما يريد دعنا نقل لك رواية أنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لما أسري بي يوم الإسراء يوم المعراج مررت على الجنة رأيت نعيمها ورأيت عذاب النار يقول من جملتها مولانا الكريم مررت على الملائكة فرأيت الملائكة رأيت الملائكة مرت على ملك ملك إلى أن وصلت إلى ملك مهيب لغواقع ولغوا هيبة يقول أخذتني هيبته مهيب يقول فسألت حبيبي جبرائيل قلت له أخي جبرائيل من هذا الملك؟ قل لي يا رسول الله أما تعرفه؟ قلت له قل لي هذا إزرائيل هذا إزرائيل تقدم وسأله يا رسول الله يقول النبي ورأيت الدرهم رأيت شيئا بيده يقلبه رأيته شيئا بيده يقلبه يقول فتقدمت إليه فسلمت عليه فقام ملك الموت إزرائيل إجلالا لرسول الله وضع يده على صدره قال السلام على حبيب الله السلام على نجي الله السلام على من اختاره الله السلام على المسمى في السماء بأحمد وفي الأرض بمحمد اللهم صلى على محمد وآل محمد مرني يا رسول الله قال ما هو عملك وما الدرهم الذي بيدك وما الشيء الذي بيدك قال يا رسول الله أنا ملك الموت وأنا قابض الأرواح قال ما الشيء الذي بيدك هذا أكو شيء بيده يقلبه هيت شيء مولانا شايف هذا يقلبه هيت شيء لعب قال شنو هذا البيدك قال له يا رسول الله هذه الدنيا بيدي هذه الدنيا بيدي عجيب هاي الدنيا شكبرها مولانا بيد ملك الموت قال له هذه الدنيا بيدي أقلبها كما يقلب الرجل الدرهم بيده يا رسول الله اسمعني أخي أختي ذاك الما يصلي خلي اسمعني مولانا ذاك بالذنوب المعاصي خلي اسمعني قال له يا رسول الله إني أدخل في كل بيت كل يوم من خمس مرات في مواقيت الصلاة الله أكبر العلماء صاحوا على المنابر كتبوا في الكتب مولانا قالوا الأئمة قالوا روايات آيات تؤكد لنا الصلاة في وقتها أخي أختي صل الصلاة في وقتها ليش لأن ملك الموت يدخل علي في وقت الصلاة إذا صاح المؤذن الله أكبر ويراني أتوضأ يحضر ملك الموت عند وجهي سمعني مولانا أردت لك معلومة جديدة هذه يقول يأتي يا رسول الله سأله قال له متى تدخل قال له كل يوم يا رسول الله كل يوم أدخل على كل البيوت خمس مرات قال له عند أوقات الصلاة صبح ظهر عصر مغرب عشاء عند أوقات الصلاة يدخل عليهم بعد يا ملك الموت قال له فإذا رأيته يصلي شوف فإذا رأيته يصلي لقنته الشهادتين وأعده بميتة مريحة بميتة مريحة لكن إذا شفت لا والله منشغل عن الصلاة بالملاهي بالحرام مولانا يتبع فلان وفلان قاعد بالشارع مولانا يركض وراء أعراض الناس مولانا يغيبه ونميمه وكذب وبهتان وناسي الله نسى الله جل وعلا أوقات الصلاة ويترك الصلاة مولانا أوعده بميتة شديدة أقل له وراك موت إلي المصير إلى الله المصير أنا أخذ روحك وين تروحي أترك الصلاة وين إلى أين أضع مولانا قل له يا رسول الله قل له بلى قل له فإذا قبضت واحدا منهم يدخل ببيت واحد وصل أجله يقول فإذا قبضت واحد منهم طاح مات وسمعت الصراخ والعويل رجعني اسمعني رجعني اسمعني يقول له يا رسول الله أسمع الصراخ من الناس أمة يبتون أبوي يبتون وأولاده يبتون يقول أضع سبابتي في أذني هاي سبابة هذا خنصر بنصر وصها سبابة إبهام هاي سبابة يقول له يا رسول الله أضع سبابتي في أذني وأصرخ بأعلى صوتي يا أهل هذا البيت إن لي إليكم عودة وعودة يعني أرجع لكم عودة وعودة حتى لا أبقي منكم أحد وين تروحون؟ أرجع وأرجع وأرجع ما أخلي أي واحد منكم واضح مولانا؟ الجميل هنا مولانا الإمام الصادق عليه السلام سألوه قال له لأ إذا دخل ملك الموت أعرف كيف دخل ومتى دخل نعرف بموجوده الآن إحنا قاعدين بهالمجلس المبارك في هذا المكان المبارك دخل علينا ملك الموت كيف أعرف أن ملك الموت حاضر موجود أولا في أوقات الصلاة العلامة الأولى وقت الصلاة يدخل ثانيا مولانا الإنسان يصفن يفه تأخذه وقفات خلال اليوم كل يوم خمس مرات يقف الإنسان خمس مرات أنا ما أدرك تمشي تقولوله يفه يصفن يعني كأنه يتحير ينظر إلى مكان ويتبحر بذلك المكان شاهد بعض الناس لا يجيب أحد هناك مولاي قاعد تحشوية تقل لي مثلا فلان فلان أنا أخلي عيني هالحالة أنا أسمعك أسمعك بس ما أرد عليك ما أقدر أرد عليك أصفن أفه تأخذني وقفة وقفة سكوت سكون سكون وسكوت للحظات بعضهم ثواني خمس ثواني ست ثواني بعضهم عشرين ثانية أكثر أقل يصفن ها يفه قليل قال له نعم مولاي ابن رسول الله قال له أتعرف لماذا يسكت الإنسان أتعرف يا ابن رسول الله يسأل لماذا يا ابن رسول الله يقل له لأن ملك الموت عند سكوتك يضع وجهه في وجهه يضع وجهه في وجهك ويقلب خديك يمينا وشمالا أو وصلت المنية أم لا التواصل موتك لو ما وصل موتك إذا وصلت المنية أشدد حيازيمك للموت أو إذا لا والله بعده باقي يقل له لا بعد عندك أجل عندك أجل والأجل مؤخر بعده عيش في الدنيا لأيام بعد قلائل بعد نجيك إذن الرأي الأول في كيفية قبض الروح أن الدنيا بيده يقلبها يأتي إلى المشرق وإلى المغرفة يقبض الأرواح ما يريد هذا الرأي الأول الرأي الثاني الرأي الثاني أكو شجرة هذه الشجرة مولانا الله خلقها كل واحد كل من في الكون إذا ولد له اسم فيها أكو أوراق بها شجرة لها أوراق كل واحد من عندنا وفي عالم الدنيا إلى ورقة مكتوب اسمه على هذه الورقة معلقة هذه الورقة وين بهذه الشجرة إذا حانت المنية جفت فسقطت يبست فسقطت إذا وصلت للموت وصل للمنية تيبس الطيح مات مهدي مات أنا أموت بس تيبس اسمي هذه الورقة تسقط أنا خلص زين إذا سار مولود جديد تنبت ورقة جديدة باسمه تطلع ورقة جديدة باسمه طالع مولانا هذه الطريقة الثانية الطريقة الثالثة مولانا العزيز هذه جميلة يقولها الإمام السجاد عليه السلام يقول كالمائدة أمام أحدكم إن الدنيا أمام ملك الموت كالمائدة أمام أحدكم يأخذ ما يريد يأخذ ثمن رقوة الجماعة عيش يأخذ ثمن يأخذ مرق يأخذ خضرة يأخذ خبز يأخذ كذا مولانا وين يريد من المائدة يمت إيده ويأخذ ملك الموت إيده تصل إلى مشارق الدنيا ومغارب الدنيا مشارق الأرض ومغارب الأرض وين ما يموت الإنسان ولو في قمم الجبال يأخذه لا يبعد عليه ولا يصحب عليه هذا مراي الرأي الأخير اللي هو الرأي الأصح الرأي الأخير والرأي الأصح هو أن ملك الموت عنده أعوان أعوان ما ستحدث نقول الشرطة قائد الشرطة هو قائد الملائكة عنده أعوان كل إنسان إذا ولد إخواني أخواتي كل إنسان إذا ولد الله يخلق معه ملك كل إنسان إذا ولد الله يخلق وياه ملك من الملائكة زين؟ فإذا حان أجله هذا الملك شبيه لملك الموت هذا الملك شبيه لملك الموت إذا حان أجل الإنسان يأتي أمر من الله إلى ملك الموت أنه قد حان أجل هذا الشخص ملك الموت يأمر ذلك الملك الموكل عليه يقول له اقبض روحها وبالفعل يقبض الروح هذا يتهيأ ويقبض الروح بنفس الروح يأخذها مولانا بمجرد أن تأتي المنية فإذا أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون في نفس اللحظة هذا الملك الموكل يقبض روحه لكنه شبيه لملك الموت هذا الشبيه لملك الموت هم عنده أعوان هم عنده أعوان يتبعوا ويأتمروا لأمر ملك الموت مولانا فيأخذ الروح بكل بساطة لأنه عنده أعوان مولانا هذا بالنسبة إلى كيفية قبض الروح لملك الموت مولانا العزيز الرواية الأخيرة إذا تسمح لنا ويسمح لنا الوقت إن شاء الله تعالى الرواية الأخيرة أن إبراهيم عليه السلام إبراهيم عليه السلام يلتقي مع ملك الموت بس هذا السؤال سئله وبس بعد إبراهيم يرتفت له ملك الموت يقول له يا ملك الموت أرني بكيف بأي هيئة تقبض أرواح المؤمن أرواح المؤمنين وأرواح المشركين أكو إليك شكل خاص قال له بلى يا رسول الله أنا أقبض روح المؤمن بشكل خاص وأقبض روح الكافر بشكل خاص قال له أرني أرني يا ملك الموت كيف تقبض روح المؤمن وكيف تقبض روح الكافر فأراد أن يري إبراهيم كيف رعاه إبراهيم ترقبني إن شاء الله إلى الحلقة الآتية إن شاء الله في الحلقة الآتية أكمل لك الرواية وأقول لك بأي هيئة بأي شكل يقبض روح المؤمن وروح الكافر إن شاء الله أعاذنا الله وإياكم من شر الدنيا إن شاء الله وشر الأشرار بمحمد وآله الأطهار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين موسيقى 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 موسيقى